انتخابات دي من الحاجات اللي انا ببقى مبسوط بيها بشكل عام انتخابات رئاسة الجمهورية انتخابات مجلس النواب يعني اي انتخابات انا ببقى سعيد وبتبقى سعادتي اكبر الحقيقة لما لاقي الناس فعلا موجودة ورايحة وبتقبل على الانتخابات وانا دايما انا شجع انه لو سمحت لو سمحت خد العائل الزغيرة حتى اللي لسه مش في سن الانتخابات اللي لسه تحت السن خدهم معاك خدهم معاك علشان يعتادوا هذا الامر خدهم معاك علشان يعرفوا يعني ايه قيمة المشاركة وان المشاركة السياسية دي هي شيء لازم يبقى جزء من تركبته وجزء من حياته ويبقى فيه عنده ذكريات معينة ويبقى جزء من تكوينه الوجداني احنا يوم الجمعة باذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ الانتخابات لكن في الخارج اهلينا اخواتنا اشققنا عائلتنا المصريين في الخارج عندهم معادي يوم الجمعة ان شاء الله سبحانه وتعالى علشان يقدوا واجب نحية وطنهم بالمناسبة وواجب نحية انفسهم وواجب نحية اولادهم واسارهم الا وهو الانتخابات الانتخابات مش مجرد استحقاق دستوري لا الانتخابات دي هي اللي بتشعرك بفاعليتك في اتخاذ القرار ان الجزء جزء لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار بل وصناعته في هذا الوطن ما هو صوتك فارق تخيل بكلمك بأمانة تخيل كل واحد يقول لك يا عم انا صوتي مش فارق فلو مثلا مليون بني ادم قال كل واحد يوم مع نفسه كده قال لك انا صوتي مش فارق ده معناه ايه؟ معناه انه في مليون بني ادم مرحوش ينتخل مليون ده لو نص مليون ده بتفرق على صوت الفلان الفلاني كسب الانتخابات بفرق الف صوت خمس تلاف صوت فرقين طبعا بتفرق بتتكلم على مصير بلد على مصير شعب كامل ده مش بس كده انت بتتكلم على مصر انت عارف يعني ايه؟ يعني انت مش بس بالانتخابات دي انت بتشارك في صناعة القرار المصري لا انت بتشارك وديك شايف قدامك اهو انت بتشارك في صناعة القرار الاقليمي العربي كله بتشارك في صناعة قرار دولي لانه انت اللي بتقرر مين اللي هيحكم البلاد فقرارك ده قرارك ده هو اللي بيؤدي الى انه والله رئيس الجمهورية بينظر ازاي للقضايا العربية بينظر ازاي للقضايا الدولية بينظر الى اخره اظنوا طبعا احنا جربنا في مرحلة مظلمة بل هي من اشد مرحل هذا الوطن اظلاما واعتاما لما الناس رحت وانتخبت الاكوان المسلمين وعياتنا بدل الدموع دم يعني صح ولا انا غلطان فالمصريين باذن الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة الجاي عندهم المعاد بتاع الانتخابات الفاعلية فاعلية اشتركوا في القناة